اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بيديو في هذه الفقرة أحمد الحنفي وآيمان جلبرت وحيقول لحضراتكم كل ما يخص فريق بيرامتز بكرة قبل مباراة بكرة إن شاء الله زكا بحمد زكا بحمد كله تمام الحمد لله زكا آيمان كله تمام كله تمام كله كويس الحمد لله الحمد لله أحمد خليني أبدأ وأسمع رأيكم في هذه المباراة الصعبة ومباراة القمة ومباراة اللاه هزيمة فريقين مفيش حد فيهم هزم حتى هذه اللحظة مباراة صعبة طبعا الأهلي بيواجه منافسه الأول في الدوري لحد دلوقتي بيرامتز بك أعمل أداء هايل في الدوري كأرقام وكنقات نعم الأهلي لو قدر أنه يكسب بكرة إن شاء الله هيوصل الفرق الخمس نقاط الفوز مهم الفوز مهم نفسيا في التوقيت دوت أنك أنت عندك مواجهة ساندونز في أفريقيا عندك توقيت مهم في الدوري تكسب المنافس بتاعك في الترتيب دي شيء مهم الأهلي بيواجه فريق أرقامه على مستوى الشكل الهجومي قوية بسجل 20 هدف بيرامتز لحد دلوقتي في الدوري استقبل خمس أهداف الأهلي برضو أرقامه للهجومية قوية جدا الأهلي أقوى هجوم في الدوري 27 هدف فهي مواجهة صعبة ولكن هي مواجهة بتلات نقاط عايزين برضو يعني ما نحاولش إن احنا نحط ضغوط كبير على اللعيبة عايزين برضو ما نكبرش الموضوع أكبر من حجمه مواجهة صعبة بيرامتز المنافس بتاعك في الدوري فإذن هي مواجهة قمة من المفترض ولكن بتلات نقاط الفوس فيها هيخليك ماشي كويس جدا في الدوري هيقام من لك الصدارة بفرق خمس نقاط فمطلوب إن احنا نكسب نفسيا وعشان نكمل بإذن الله منافس على الدوري أعمل يعني زي ما أحمد قال طبعا المباراة صعبة المنافس المباشر حتى نقام في الدوري وبيرامتز بواقع النقاط طبعا الفترة اللي جاية ده تقريبا آخر مطش للأهلي في الدوري قبل توقفات كاس العالم يعني هنلعب مطشين في أفريقيا وفي النص فيه كاس مش هنلعب طبعا النادي الأهلي فده آخر مطش دوري فمهم جدا إن النادي الأهلي يختم حتة الدوري دي بفوز نفسيا ومعنويا ورقميا هيخليه مرتاح الفترة اللي جاية دي وما فيش أي ضغوطات نادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما كلنا عارفين فيه ضغوطات كبيرة جدا في شق ضغط المطشات المباريات كتير ما بين دوري أفريقيا صفر الموضوع صعب جدا فبالتالي الفوز هيريح نادي الأهلي كتير زي ما أحمد قال جملة مهمة جدا المباراة هي مباراة في الدوري بثلاث نقاط المشكلة دايما إن كان بيبقى فيه تعامل مع مباراة بيرامتز إن هي بضغط مختلف شوية بيتم تطارق لبعض الأمور اللي خارج الملعب ولكن حاليا الأمور هادية خالص وما فيش أي حاجة مباراة بثلاث نقاط فريق متصدر الدوري لأنه فارق مباراة عن النادي الأهلي النادي الأهلي يكسب هيبقى كمان لسه ليه مباراة معجلة مع الجونة الأمور تبقى أكثر استقرارا فإن شاء الله الفوز يبقى منصيب النادي الأهلي هجوم أو أقوى هجوم وأقوى دفاع مواجهة ما بين أقوى هجوم وأقوى دفاع أقوى هجوم طبعا نادي الأهلي وأقوى دفاع هو نادي البرامج الكابتن أهاب جلال مع بيرامجز بيقدم موسم طيب جدا موسم معاه هو عنده استراتيجي عنده فكر بيقدر يطبقه الكابتن أهاب جلال من أيام المقصة بالإسماعيلي ثم والزمالك فهو عنده فكر مع إمكانيات الموسم دوت فقدر يقدم نتاج هيلة على مستوى الشك ما استقبلش للخمس أهداف الدفاعيا ما قبلش طبعا فرق قوية زي الأهلي يمكن خلص زمالك خلص معي لي خلص سموحة خلص فرق قوية الأهلي الحقيقة وما تشك قوية لي في الدور الأول عكس بيرامجز شوية لسه ما قبلش زمالك لسه قبل أهلي بكرة لسه قدامه فرق قوية في الدوري الأهلي هجوميا متنوع متنوع عن بيرامجز عنده بيرستاو هدف الفريق وأحد هدفين الدوري مساجل 27 هدف عنده العناصر اللي قدام كلها مسجلة تقريبا بيرستاو مساجل أهداف في الناحية التانية برضو أحمد عبدالادر أفشا محمد شريف ففي تنوع في الأهلي هجومية أنا قدام بيرامجز دفاعية بيرامجز برضو عنده مشاكل يعني هو ستقبل خمس أهداف ولكن هو الرقم ممكن يكون شوية مغري لكن بيرامجز عنده مشاكل دفاعية بيعني دفاعية برضو عنده بعض المشاكل وده اللي هنشوفه على الشاشة هنشوفه على الشاشة طيب أيمن قبل من نقف على الشاشة مواجهة ما بين استقرار البطل وطموح نادي طبعا بيرامجز يعني خلاص مفروض أنه متمرس في الدوري هم الطموح عندهم محتاجين أول بطولة بالنسبة لهم يمكن محاولات الكونفدرالية ما قدروش ينجحوا فيها أعتقد الموسم ده بالنسبة لهم الكونفدرالية ممكن تبقى أسهل من مواسم قبل كده نادي الأهلي بيبحث عن استعادة اللقب المفضل لي المختلف في المواجهة دي فعلا دي تقريبا أول مرة أعتقد الأهلي بيرامجز لما قبل بعض يبقى المنافسة مباشرة على الصدارة بتاعت الدوري كان قبل كده بيرامجز ممكن يبقى ترتيبه مش في الصدارة حتى لو كان بيتفوق يعني تفوق مرتين على النادي الأهلي لكن ما كانش يعني هو اللي بياخد الصدارة من النادي الأهلي زي ما قلنا الموضوع رقميا قريب حتى على مستوى النتائج ما بين الفريقين قريب النادي الأهلي في حاجة إنه هو يكسب المباراة دي نفسيا ومعنويا زي ما قلنا فإن شاء الله يعني نتمنى أن الطموح ما يكونش موجود في المباراة دي يبقى هي استقرار البطل هو اللي ينتصر على الطموح إن شاء الله حنشوف الأرقام وحنشوف الهجمات وحنشوف مين الأفضل من خلال الشاشة ولكن نطلع فصل وبعد الفصل حانا في جيل بيرتو وحيقولولنا مين الأفضل بالأرقام ومن على الشاشة أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين جيل بيرتو حبدأ بيك أرقام بيرامدز الغاية دلوقتي طبعا بيرامدز من الفرق هو زي النادي الأهلي أرقامهم مميزة جدا فريق بيقدي بشكل طيب جدا في الدوري نتكلم يعني لو استعرضنا أرقامه على الشاشة كده للمشاهدين معنا فريق لعب عشر مباريات في الدوري حتى الآن كسب قوة تمانية وتعادل اتنين مسجل عشرين هدف كثاني أقوى خط هجوم في الدوري استقبل خمس أهداف بس كأقوى خط دفاع في الدوري شباك نظيفة من عشر مباريات عنده ست مباريات شباك نظيفة وده برضو معدل طيب دقة التمريات عندهم 85% كإجمالي يعني تمريرات صحيحة في العشر مباريات استخلاص الكرة عندهم 1051 كتوتل برضو ده برضو حاجة جيدة المحاولات النجاحة 48 من 122 المحاولات اللي هي بين القائمين والعرضة الكرة التانية وكتبت حضراتك بتتكلم مع أستاذ عصام وستاذنا محمود صبري الكرة التانية من هما من ناس المميزة جدا في فكرة الكرة التانية فنتمنى أننا في المباراة ما نديهمش الفرصة أن هما يسترجعوا الكرة بشكل سريع وعندهم برضو بيفقدوا الكرة تحت ضغط 212 مرة من 321 فنتمنى أن الأهلي كان بس مشكلته الفترة الأخيرة فكرة الضغط قوي لأن طبعاً الإرهاق وضغط المباراة بيصعب الأمور دي فنتمنى أن لو أهلي عملها زي ماتش الهلال كده أكيد سيبقى لي الغلبة في المباراة إن شاء الله فيه خريطة اللي هي أهداف الأهداف لو تفتكر المرة اللي فاتت تكلمنا عن أهداف النادي الأهلي إنه بيسجل في كل توقيتات المباراة وأفضل توقيت تهديف للنادي الأهلي أول ربع ساعة مسجل فيها تقريباً سبع أهداف في أول ربع ساعة ما بيسجلش خالص يعني في العشر المرشرة مسجلش أي هدف في أول ربع ساعة فأتمنى أن المعادلة دي تبقى لصالح النادي الأهلي إنه الأهلي ينزل في ربع ساعة يسجل يستغل أن البيرامدز بيسيب أعتقد مساحة للفريق لقدامه لأن دي استراتيجية نستجارة كابتن إيهاب جلال أكتر توقيت هم بيجيبوا فيه أهداف اللي هي الربع الأخير من الشروط الأول وبقية الفترات المباراة هتلاقيها متساوية يعني بيسجلوا في أغلب الفترات بشكل متساوي لكن الأفضل عندهم كرقمياً من ديئة 30 للديئة 45 فأنا أتمنى إن شاء الله أن نستغل الحتة اللي احنا قلنا عليها بتاعت أول ربع ساعة الأهلي يسجل وما يستقبلش إن شاء الله أي أهداف حانا في نقاط الضعف والقوة في فريق بيلمتز طيب زي ما قلنا كابتن إنه إحنا عندنا في برامج استعاب الخمس أهداف ولكن هو عنده برضو مشاكل دفاعية بتبان فقوات كتير لو جا이나 نشوف المشاكل اللي عنده هو عنده مشكلة واضحة في الكرات العرضية برامج استقبل خمس أهداف السيزون دوات منهم 3 أهداف من كرات عرضية لو جا이나 نشوف ديه حالة في ماتش المصري الماتش دوات المصري يتعادل فيه هدف في أول الشوت الثاني وهدف في أخر الشوت اللي اتنين من كرات عرضية لو جا이나 نشوف الكرة هي تطلاب عرضية فيه اتنين لعيبة في وسط المفروض اتنين في السندوق البرامدز وفيه اللي هو عمر مرعي ما بين اتنين علي جبر وأحمد فتحي الكرة رفعت فيه طبعا اللي هو الجناح ده الواحد ومساحة فاضية تماما الوقفة نفسها بتاعت لعيبة البرامدز مش صحيحة استلم الكرة الجناح نادي المصري اضطر المهدي سلمان تلاعمل ضرب الجزاء تسجل منها وقفت لعيبة البرامدز نفسها في الكرات العرضية مش صحيحة يعني لو جينا نبص هنا على عمر مرعي عمر مرعي واقف في المساحة الواحده قدام السكس يارضا وورا ثلاثة لعيبة فاضية ما فيش اي حاجة ما فيش اي مهمة ليهم وقدامه المساحة كان ممكن الجناح بتاع المصري طلق الكرة عمر مرعي يسجل منها ولكنه أخدر بالجزاء يسجلها هدف الاول لو كور هنا طلقت العمر مرعي معان ساحة فاضية وورا ثلاثة لعيبة يعني لو جينا نبص وراء محمد حمدي وراء دونجا هوت وراء لقاي بتاع الجنوب افريقيا لقاي المهاجن بتاعهم ودي برضو الهدف التاني للمصري لو جينا نبص نشوف كام لعب في بيرامدز في الكورنر اللي بترفع دي فيه عشر لعيبة جوه المنطقة على خمس لعيبة للمصري عشر لعيبة بيرامدز وفيه خمس لعيبة للمصري والأهم بقى ان فيه منهم أربع وفيه محدش معهم خالص بترفعت الكورة انا عايزكم تركزوا مع عمر مرعي عمر مرعي اللي هو يسجل هدف ده في النص هوت عمر مرعي في وسط كام لعبها في وسط واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبع لعيبة وعمر مرعي في وسطهم أي ما فيش ولا واحد فيهم ماسك عمر مرعي من طمان صح كلهم مقفين حوالينا عمر مرعي ترفعت الكورة نكمل الكورنر عمر مرعي هو تستلم الكورة وسجل منه هدف التعادل في وسط ست لعيبة قدر ان هو يسجل فهم عندهم مشكلة في التعامل مع الكورات العرضية الكورات العرضية بيرامدز أزمة استقبلوا تلات أهداف برضو في ماتش فاركو كما ممكن نكون أربعة في ماتش فاركو سجل فاركو هدف من كورة عرضية برضو ولكن تحسب تسلل لو نجي نشوف نقطة اللي هي الضعفة التانية في قلبة بيرامدز هنلاقي ان الباكي اليمين عندهم مشكلة الباكي اليمين عندهم فيей حتى على مستغل أسماء عدم يستقرار مرة نcketحها أحمد فتحي مرة نchet عمر جابر مرة ن 문제가 بإحث توفيق مفيش استقرار حتى على مستغل أسماء بالنسبة لبيرامدز في الباكي اليمين فهم عندهم مشكلة في الباكي اليمين لو جينا نبص إلى الكورة ديت حسن علي modern هو الجناح بتاع Italian في فتحي مصري، اتلعبو totally مساحة كبيرة، احمد فتحي رجل عمل التخطيئة متأخر ده احمد فتحي هفتحي فعلا بيعاني بدنيا, احمد فتحي سيزون ده هو توضع عليه جدا جدا التعب بدنيا بدنيا هو تحس ان هو اي حد بيلعب عليه سريع، بيرهك احمد فتحي في الواحد على واحد وفي السرعات دخل حسن، هفتحي اللي دخل بالكرة جوهه السندوق، دخل عليه احمد فتحي الكسبه في الواحد على واحد أحمد فتحي عنده مشكلة واضحة قوي سيزون دافل واحد على واحد. تكرارك كثير ويأخذ انظارك كثير. ودي كورة برضو. ده أحمد فتحي هو. نفس الفكرة كولاتورية في المساحة بتاع أحمد فتحي. اتلعبت الكورة مع مساحة. طبعاً أحمد فتحي أصلاً وقف بره اللاين وقف غلط يعني. مش وقف اللاين. اتلعبت الكورة للجناح الشمال. أحمد فتحي طبعاً عملت تخطية متأخر. هيتطر في الكورة دي من هو يعمل فاول ويأخذ انظار من مكان خطير جداً. استلم الكورة ورأى عليه واحد على واحد هيعدي من أحمد فتحي. وهيأخذ فاول من منطقة خطيرة جداً. فإذا المساحة بتاع الباك اليمين في برامدز مشكلة. حتى على مستوى الأسماء. نشوف شوية أحمد فتحي يعني العشر مشار. أعتقد أنه عمر جابر. عمر جابر. ونشوفنا أحمد فتحي قبله. ونشوفنا أحمد توفيق أوقات. فهم عندهم مشكلة في حتة اليمين وعندهم مشكلة في الكورات العرضية واضحة قوي. برامدز من خمس أهداف استقبل ثلاثة وفيه هدف في ماتش فاركو. اتحسب تسلل من كورة عرضية برضو. ده بالنسبة لنقاط الضعف في برامدز. ممكن أضيف على أحمد أن كده النادي الأهلي من المفترض أن الحتة القوة عنده. اللي ظهرت في الماتشات الأخيرة. اللي جابها لما بقى فيه أحمد عبدالقادر وعلي معيول. وكما في ماتش الهلال السعودي كان ظهر جدا إزاي تعامل الأهلي مع كورات السابتة في العرضيات. فأعتقد الحتة دي لو النادي الأهلي يستغلها بشكل جيد. يقدروا شكل خطورة منها إن شاء الله. قبل أن نروح لنقاط القوة ولا خلاص؟ تماما نروح لنقاط القوة. حضروا لنقاط القوة من على الإنستجرام في رأيك من يقود هجوم النادي الأهلي أمام بيرامدز. ميدا بيقول شريف وعبدالقادر وقفشة وبيرسي تاو. وفيني بيقول شريف. مار بيقول حسام حسن أنا مقتنع بي جدا. أرمي بيقول حسام حسن. إيمان مكاوي بتقول عبدالقادر وتاو ومعهم شريف راس حربة. إسلام بيقول حسام طبعا. دينا بتقول محمد شريف وتحته عبدالقادر وقفشة وتاو. بسمة بتقول عبدالقادر وحسام حسن وبيرسي تاو. بيرسي تاو وإحمد عبدالقادر وقفشة ومحمد شريف. ياسمين مديم. بتقول ممكن يدي لحسام حسن فرصة. دي بعض الأمور اللي حضراتكم عايزينها تحصل بكرة فيه بالنسبة للهجوم في النادي الأهلي. فضل أيمن أو أحمد. هنشوف لقات القوة بقى كابتين عندهم لقات القوة. خلينا نشوف الأطراف في بيرامدز. الأطراف في بيرامدز نقطة قوة. عندهم إبراهيم عادل وعندهم رمضان صبحي. عندهم إسلام عيسى وعندهم إبراهيم حسن. إيهاب جلال بيعتمد في فكرة الأطراف. إن دايماً الأطراف. إبراهيم حسن مشي راح للاتحاد. إسلام عيسى ورمضان صبحي وإبراهيم عادل مصبوكة. كابتين إيهاب جلال بيعتمد في فكرة الأطراف على فكرة مهمة جداً. لو نقف في الصورة دي. هنشوف إن دايماً أطراف بيرامدز في الشكل الهجومي بتخش إنسايد. بتخش جوه مع محمود وادي أو مع لقاي. وتفتح مساحة العمر جابر ومحمد حمدي. فتلاقي فيه في العمق أكتر من أوبشنز إن هم ممكن يكون عندهم مساحة. تلاقي في الجوة عندك دايماً في الجزئية اللي جوة دي. تلاقي رمضان صبحي وتلاقي هنا مثلاً في مطش أستران كامباني كان بيلعب إسلام عيسى. وفي الوسط هو وادي. فتلاقي دايماً في العمق فيه ثلاثة مع أن البكين عملين الملعب استريتش فتلاقي فيه حلول. فمطش برضو المقاولين نفس الفكرة. إبراهيم عادل وجوه رمضان صبحي مع لقاي وعمر جابر ومحمد حمدي عملين استريتش للملعب علشان يلاقوا مساحات علشان يوسعوا الملعب على نفسهم علشان يكون جوة في العمق فيه أكتر من أوبشنز للبوس. الشكل ده بيتغير كتير جداً. هتلاقيه في كل مطش برامدز بنفس الشكل بيخش الأطراف إنسايد والباكات بتفتح الملعب علشان يلاقي مساحات. دي نقطة مهمة جداً بالنسبة للبرامدز على الأجناء. الأطراف عندهم تقريباً كلهم عندهم المهارة والسرعة يعني لو رمضان صبحي إبراهيم عادل كلهم مسجلين يعني إبراهيم عادل مسجل أربع أهجاف رمضان صبحي مسجل هدف برضو عبدالله سعيد مسجل أربع. كلهم في الشكل الهجومي مسجلين في برامدز أقلهم تسجيلاً هو رمضان صبحي مسجل هدف واحد السيزون داوت. فهو الأطراف عندهم نقطة كوة مهمة جداً بيعرفوا يعملوا ده بسلاسة أمرونة إن هما دايماً الأطراف تخش إنسايد الباكات تفتح الملعب فتلاقي فيه مساحات ولاقي فيه أكتر من أوبشنز للبوس. لو جئنا نبص لتاني نقطة كوة في برامدز وليد الكارتي أحد أهم اللاعبين خط الوسط السيزون داوت في الدورة المصر. وليد الكارتي بوكس بوكس عصري جداً. مستو إن دايماً وليد مجرد ما عبدالله سعيد بيستلم الكورة أو اللعب اللي بينزل يسقط يأخذ الكورة وليد الكارتي ما بيفكرش غير إن هو يخش جواه الصندوق. دايماً فكرة القادمون مع الخلف مع وليد الكارتي مهمة قوي وبيستفيد منها برامدز. وليد الكارتي مسجل أربع أهداف كلهم قادم من الخلف كلهم الكورة بيستلمها عبدالله أو الجناح يعني لو شفنا الكورة داية في ماطش المصري. وليد الكارتي جاي من نص الملعب ومش مفكر في أي حاجة غير إنه يخش جواه الصندوق ويستغل طوله إنه يسجل براسه أو إنه يستغل رجله بشكل جيد في الصندوق. هنا سجل الكورة دي هدف بالمصري برجله أعتقد كمل على الكورة. الفكرة إنه جاي من نص الملعب جاي من نص الملعب اتواجد في الصندوق دي مش منطقة مش دي مش المساحة بتاع وليد الكارتي ورغم كده هو قادم من الخلف ونقطة مهمة قوي بيعتمد عليها بيعتمد عليها بيعتمد عليها بجالب. بص ديت دوت وليد الكارتي وليد الكارتي لعب الكورة قوت اتلعبت في نص الملعب هو مش بيفكر في أي حاجة حرفياً غير إنه يخش جواه الصندوق ويخلق أبشنز زيادة مع لعيبة. سرق نفس وليد الكارتي في المساحة جوة هتتلاقى بالكورة على الطرف في عمر جابر علشان عمر جابر يرفع الأوفر. لإسلام عيسى الناحية التانية ويكمل عليها وليد الكارتي. وليد الكارتي نقطة مهمة جداً. فكرة النوع قادم من الخلف. وفي الدفاع بتلاقيه الواحد بيدافع في الهجوب بتلاقيه الواحد بيدافع. بالضبط هو نقطة مهمة قوي قوي الكابتين حاجة جلال. ودايماً عمل لهم زيادة جوه الصندوق ودايماً نقطة خطرة في الكرة التانية اللي أنت كنت بتتكلموا عليها في الأرقام. هو دايماً مستني الكرة التانية على الصندوق من بره. دايماً قريب من المهاجم ومن الأجنحة. فبيكون مصدر خطورة مهمة وإنتا مش حاسه ومش عامله حساب لأنه قادم من الخلف. بالضبط كده. يعني لو احنا اتنقلنا الأرقامه على طول وليد الكابتين يعني نحن نتكلم عليه. أرقامه وارقام ريم عادل. أه أرقامه مميزة جداً لكابتين خصوياً نتكلم في لعيب 8 أو وسط ملعبه ومركزه 8. لما النهار ده يبقى من 9 ملشطة ومسجل 4 أهداف وصنع هدفين. يعني هو مساهم في 6 أهداف بشكل مباشر مع بيرامدز. فتعرف قد إيه خطورة اللاعب ده. 10 من 20 يعني التالت تقريباً. الضبط يعني رقم مخيف وأنه هو واحد من هداف الفريق. يعني لو هدافين بيرامدز 3 هو واحد منهم جايب أربع أهداف. المحاولات النجحة المرمى 7 من 13. نسبة برضو جيدة جداً. بيخلق الفرص خلق 13 فرصة في 10 مباريات لفريق. وده برضو نسبة عالية. تمريراته الناجحة 387 من 464 بنسبة 83 في المية. التمريرات الطولية بتاعته الصحيحة 12 من 22. وده برضو نسبة جيدة. استقباله للكرة واحد ما بيغلطش تقريباً. يعني غلط مرة أو مرتين في استقبال الكرة بنسبة نجاح 99 في المية. ولكن لما بيضغط عليه عنده الوضع. أنه بيفقد الكرة تحت ضغط لما كانت 18 من 25. مرة فقد الكرة فلعيب مهم جداً وتمركزاته مهمة جداً. وأنا تمنى إن شاء الله أن يبقى فيه تعامل جيد معه. نروح للتاني لعب اللاعبين المهمين جداً في الدور المصري. هو إبراهيم عادل لعيب صغير في السن السريع. من نقاط القوة أنه لو طرف ممكن فجأة تلاقيه عمق. أو لو بيلعب في العمق لقيه منطقة الجزاء. بيسدد بشكل مباشر على المرمى كتير. لعب سبع ملشات كلعيب أساسي. لو استعرضنا على رقامه. واثنين كبديل. مسجل برضو أربع أهداف. وصنع هدف. محاولاته على المرمى النجاحة سبعة من خمسة وعشرين. ولكن هو ده مؤشر أنه بيحاول كتير. بيحاول كتير. بيحاول كتير. فده النهاردة اللسام نهوي يسجل أربع أهداف. نسبة تمريراته النجاحة بنكلم في واحد وتمانين في المية. تمريراته الطولية النجاحة تمانية من حداشر. استقباله للكرة برضو. استقبال جيد ما بيفقدش الكرة. ولو في المنطقة دي لعيب ما بيفقدش الكرة بسهولة. فده معناه أو يعني الكرة اللي ما بيستقبلها بيستقبلها بشكل صح. ده معناه قدراته مميزة. المراغات النجاحة بالنسبة له سبعة من خمسة وعشرين. وأعتقد يعني إبراهيم عادل لو نادي الأهلي قدر أنه يتعامل بشكل دفاعي مميز. مع الصراعات لعيب بيرامدز الهجومية. الشق الهجومي لنادي الأهلي أكيد هيبقى فارق بشكل كبير. ومش هيبقى فيه معاناة. بصنع زي ما قلنا دي ماتشات كرة. يعني ما فيش فريق هيبقى وقف لك عشرة ورساس لك. بالزبط هيبقى فيه معاناة شكرة. فالنادي الأهلي إن شاء الله الماتشات دي في الموسم الحالي. شوفنا الإسماعيلي والزمالك والسموحة. النادي الأهلي تتعامل معهم بشكل جيد. فإن شاء الله دي تبقى استكمالاً بسلسلة المباراة دي. أخيراً يا حنفي لو التشكيل متوقع من وجهة نظرك. تشكيل متوقع للنادي الأهلي يا كابتن. أنا ليا وجهة نظر في المباراة دي. أنا شايف أنه ممكن يبتدي بتلاتة في نص الملعب. الحمد فاتحي قالوا يوديانجا عمر السلية. الأهلي محتاج يقفل الجزئية بتاع العمق. اللي هي أصلاً عنده بقاله مطشين مشكلة. اللي احنا في مطش فاركو. ومين اللي يلعب وراء؟ اللي يلعب وراء يكون أيمن. برجوع أيمن لازم أيمن. أيمن مهم قوي. إن هو بيقدر يغطي المساحة اللي وراء علي معلول بشكل جيد. اللي كان ببينه في مطش المريخ. وفي مطش فاركو. كان مورام ساحة واضحة. أيمن يعرف يتعامل مع دي بشكل جاي. وجمه محمد عمينهم. وفي الناحية اللي يمين محمد هاني. وثلاتة في نص الملعب. ألي يديانج عمر السلية. الناحية الشمال علي معلول. وفي الناحية اللي يمين محمد هاني. وثلاتة في نص الملعب. عمر السلية وألي يديانج وحامد فاتح. لازم العمق عندنا يكون متأفل تماما. ومن قدام بيسقط. قدام أحمد عبدالقادر وفي النحاء الجناح يمين تاو ومهاجم وحيد محمد شريف أيمان لاتفق معاه في الأسامي كلعيبة ولكن أختلف معاه في نقطة واحدة أن ما تبقاش 4-3-3 نرجحها 3-4 لكن لازم حد 3-3 نرجحها 3-4 يقدر يقف العمق الملعب أعتقد 3-4-3 ممكن تبقى أفضل للنادي الأهلي بس مع أن عدم استخدام أفشا كجناح الأفضل في الطريقة دي طالما هنأمن جزء دفاعين بشكل جيد يبقى الأطراف بتاعتك لها عندها المراوغات وعندها السرعات مع محمد شريف وعمر السلية كده كده بيقدر يقوم بالمهمة بتاعت الرابط ما بين الوسط والهجوم بالشكل الجيد ويرمي التمرات الطوية والتمرات اللي على الأرض لأن أنت محتاج في المباراة دي بيرسي تاو وأحمد عبدالقادر كناس بتعمل مراوغات وعندها سرعات محمد شريف بسرعاته عمر السلية بالكورات الطويلة والتمرات اللي بيلعبها أيمن أشرف طبعا لو جاهز يبقى فرش نهو يرجع لأن الدفاع عندنا رامي ومحمد عبدالمنعم بيلعب ملشاط متتالية الفترة الأخيرة وتحديدا عبدالمنعم مضغوط فلازم حد يريح مع معلول كمان اللي برضو عنده ضغط كبير فتبقى أنت كده عملت التوازن الدفاعي مع التوازن الهجومي في المباراة هيبقى فيها الحتة بتاعت المهارة والسرعات رمن حدي يرقص ويعدي ويلعب للعب سريع مهمة جدا عموما يا رب كل التوفيق للنادي الآede في مباراة بكرة أنا بشكرة جدا أنا أحنفي على وجودك معنا بشكرة جدا عاما على وجودك معنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله كل التوفيق للنادي الآede في مباراة بكرة أمام نادي بيرامتز المباراة بكرة الساعة 8 فمش هنكون مع حضراتكم بالليل إن شاء الله أرتقي مع حضراتكم يوم الأربع وإن شاء الله تكون حلقة جديدة وإن شاء الله أن دي الآن يكون فاز في هذه المباراة واستطاع أنه يفوز بثلاثة نقاط تعود بمرة أخرى لصدارة الدور العام أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله أشوف حضراتكم يوم الأربع وحلقة جديدة من البيت الكبير